بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية الارضة هنتكلم مع بعض عن رؤية السجن اه في المنام هنتكلم عن اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية السجن سواء رؤية دخوله او رؤية الخروج اه منه اه لما نشوف ان البيت بتاعنا تحول ليه اه سجن كمان هنعرف معناه للفتاة العزباء للمرأة المتزوجة للحامل اه وكمان للرجل اه اولا رؤية السجن في المنام اه من الرموز لما يشوف الشخص انه دخل السجن من الرموز اللي يعني بتكون شوية غير اه محمودة اه رؤية دخول السجن من الرموز اللي اه ممكن تدل على ازمة صحية شديدة ممكن يمر بيها الرأي من الرموز اللي ممكن تدل على الهم سواء ليه او لأهله اه من الرؤى اللي بتدل على الاعداء على التعرض الرأي ممكن ليه الظلم اه كمان السجن من الرموز اه لو شاف ان دخل السجن اه والسجن ده كان غير اه معروف احيانا اه من الرموز اللي بتدل على تعرضه ليه الظلم هيقع اه عليه. كمان دخول السجن لو كان الشخص بيسعى الامر معين ممكن الامر ده شوية اه يعطل. فلو كان بيسعى ليه اه اه سفر فممكن السفر ده شوية اه يعطل. كمان دخول السجن للشخص المريض من الرموز اللي اه بتكون سيئة جدا للمريض. كمان دخول السجن من الرموز اللي بتدل على تعرض الرأي لمشاكل والهموم والازمات ممكن تكون في الغالب اه اه مالية. اه كمان دخول السجن من الرموز اللي اه ممكن تدل على زنوب او معاصي الرأي بيقوم اه بيها. اما رؤية خروج الشخص من السجن فمن الرموز اللي بتكون محمودة جدا رؤيتها. خروج الشخص من السجن ده خروجه من محنة خروجه من ازمة. كمان بشارة بالفرج بشارة برزق بزهاب وموم بحل اه مشاكل. خروج الشخص من السجن بشارة بتوبة وبهداية وبالتزامه اه من الناحية الدينية. لو شخص مريض وشاف انه خرج من السجن فبشارة ليه بالشفاء ويه بالتعافي. اه خروج الشخص من السجن زي ما قلنا بيدل على خروجه من ازمة او خروجه من ديئة او من اهم. اه لما شوف الشخص كمان اه انه مكان السجن ده كان موجود في الصحرة. اه لما شوف ان السجن ده موجود في الصحرة فمن الرؤى اللي بتدل على اه يعني قلة الخبرة ليه الرأي وكمان على الديئة. اه كمان لما يشوف ان السجن ده موجود فوق كمة اه جبل فدي من الرؤى للأسف اللي بتدل على اه تعرض الرأي ليه الظلم. اه كمان السجن في البحر فاحيانا بيدل على اتباع الرأي ليه الهوى او اتباعه ليه او وقوعه في فتنة. السجن فيه جزيرة فمن الرؤى اللي بتدل على اه وقوع اه ضرر اه ليه الرأي. اه لما يشوف انه مسجون داخل اصر اه فبرده من الرموز اللي بتدل على ان هو شخص فاسد او شخص اه يعني اه 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 كسب الدنيا ولكن خسر الاخرة. اه كمان السجن برضو اه فيه المسجد فمن الرؤى اللي بتدل على ان الشخص ده تتارك الصلاة او شخص غير ملتزم بالعبادات. لما يشوف الرأي انه اتحول البيت بتاعه ليه سجن. لما يشوف انه تحول البيت بتاعه ليه السجن اه اولا لو كان متزوج او يعني لسه هيتزوج فالرؤية دي بتدل على ان المرأة اللي هيرتبط بيها او اللي هو مرتبط بيها في الفعل للأسف امرأة سيئة الخلق. تحويل البيت ليه اه سجن من الرؤى اللي بتدل على ظلمه لاهل البيت. او اه هم كلهم بيظلموا بعض. يعني فيه ظلم ما بينهم. اه كمان لما يشوف ان مكان العمل اللي هو بيشتغل فيه اتحول لسجن. فمن الرؤى برضو اللي بتدل على ان هو هيقع عليه اه ظلم اه اما من اه صاحب العمل او من اصدقائه او زميله اه فيه العمل. لما نشوف ان الميت اه مزجون. الميت مزجون من الرموز برضو اللي بتكون صعبة جدا اولا بتدل على اه اه انه ممكن يكون عليه ديون او ان هو مش موجود في مكان كويس في دار الاخرى. اه عليه بس الرأي ان هو يتصدق او يطلع عليه اه صدقة او اه اه السجن كمان من الرموز اللي بتدل على الفتنة وعلى اه المعصية وعلى اه اكل مال اه اه حرام او مال يعني اه اه فيه شبهة هرمونية. الهروب من السجن من الرؤى اللي بتدل على التمرد او اتباع الهوى. اه المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي في السجن. فده للأسف اه من الرموز اللي بتدل على تعرضها اه لمشاكل وخلافات في حياتها الزوجية. اه لما تشوف ان الزوج في في السجن فاحيانا بيدل على تعرض الزوج اه لبعض الظلم او التعدي. اه لما تشوف انها خرجت من السجن فبيكون بشهرة برضو بخروجها من ديئة او من مشكلة او من خلافات. لما تشوف ان زوجها هو اللي خرج من السجن فده بشهرة بيرزق وبخير وبيه اه بيرفعا. هيحصل عليها اه زوجها. المرأة الحامل برضو لما تشوف انها دخلت السجن فده شوية صعوبة او بعد يعني المتاعب الصحية اللي هي هتمر بها خلال الحمل. اه احيانا برضو لما تشوف انها دخلت السجن احيان بتكون خوف او قلق من الولادة. اه اما لما تشوف انها خرجت من السجن فتت يسير في امرها وكمان ولادة سهلة وولادة اه ميسرة. الفتاة العزباء لما تشوف ان هي في السجن ف للأسف من الرموز اللي شوية بتدل على تعرضها لازمة صحية او لازمة صحية شديدة. وكمان لقصرة المشاكل او لقصرة الهموم. اه دخلها السجن احيانا بيدل على الزواج. والزواج اه اه يعني الزواج القريب. كمان دخلها السجن من الرموز اللي اه لما تشوف انها دخلت السجن وهي كانت مبسوطة بتدخلها السجن ده. فبشرها لها بسعادة وكمان بتحقيقها شيء هي بتتمنى. ادخلها السجن وخرجها منه فده اه ديقة هتمر بيها ولكن بسرعة هتنتهي اه وهيكون في اه بشارة ليها بفرج يمكن بعد ديقة او بعد حزن. الرجل كمان لما يشوف ان هو في السجن فاحيانا بيدل على مشكلة ممكن يتعرض ليها او ازمات. وفي الغالب بتكون ازمات مالية. اه كمان اه دخوله السجن احيانا بيدل على عدم التزامه اه بالطعاط او زنوب او معاصي هو بيقوم اه بها. اما خروجه فده فرج وزهاب للهم. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية السجن في المنام. تكلمنا عنه بشكل عام. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي زؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. باشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.